بسم الله الرحمن الرحيم عام دراسي جديد أتمنى في الصحة والسلامة والنجاح لجميع طلابنا وطالباتنا بإذن الله السنة هاي أنا طبيبة مدارس النظم الحديثة بنين وبنات دكتورة فاتن مراد أولاً أبارك لمدارسنا مدارس النظم الحديثة على النجاح العظيم الذي حققته لهذا العام وإن شاء الله بنظلنا نحن دايماً في المقدمة بين جميع مدارس المملكة بإذن الله طبعاً مرت علينا سنتين كانوا صعبين كتير صعبين علينا وصعبين عليكم وعلى طلابنا الأعزاء وكان ذلك بسبب جائحة كورونا ولكن ولله الحمد لقد تم السيطرة على جائحة كورونا وذلك بفضل الله عز وجل أولاً ثم بفضل حكومتنا الرشيدة اللي كانت التابع أحدث المجريات في العالم أول بأول وكذلك قدمت التوعية عن طريق الطرق المختلفة من التلفاز والراديو والوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة للوقاية من هذا المرض كذلك قدمت لنا المطعيم اللي كانت تشجع الناس على أخذها لكورونا والحمد لله بفضل الله لقد تم السيطرة عليه لكن هل انتهت كورونا؟ لا لم تنتهي كورونا ما زالت موجودة بيننا ولكن بأعداد مسيطرة عليها وكذلك عدد الوفيات قليل جداً ولا بد من أخذ الحيطة والإحتياط في بعض الأحيان هل حننسى كورونا؟ ما أظهر حننسى كورونا لأن كورونا علمتنا درس كتير قوي في الحياة علمتنا أول شي شو يعني وباء وباء اللي هو مرض شديد العدوى سريع الانتشار من مكان لمكان بين الناس وفي الأغلب يكون قاتل علمتنا كذلك الاعتماد على نفسنا لأنه أي واحد كان بمرض كورونا كان بيؤذن لحاله وعلمتنا أن الصحة هي أهم شيء وهي السبب الرئيسي لاستمرارية الحياة فلابد أنه إحنا نعتمد على نفسنا ونهتم بصحتنا علمتنا كمان كيفية الوقاية من المرض قبل حدوثه وهذا نمرة واحد كانت السبب الشيء المهم هو المحافظة على النظافة الشخصية علمتنا باستعمال غسل الأيدين باستمرار بأوقات متباعدة واستخدام المعاقمات باستمرار كذلك علمتنا كيفية غسل الأيدين وهذا نحن علمناه لأطفالنا من الصغار للكبار أنهم لمدة عشرين ثانية وأنهم يغسلوا أيديهم باستمرار وبين الأصابع هذا كلياته نحن اتعلمنا علمتنا كمان التباعد الجسدي وهون بقصد التباعد الجسدي يعني نبعد عن مناطق الإزدحام المكتظة كثير بالناس نحاول نبعد عنها والأهم هو نبعد عن المصافحة ونبعد عن التقبيل خاصة للناس اللي هما مش قريبين منا جدا كمان علمتنا أنه إحنا أغراضنا الشخصية المفروض إلنا لحالنا يعني كل واحد أغراضه الشخصية مثلا القلم المصدراء المحاي الكوب باي الكوب تبعتنا الصحن المعلقة هاي شغلات خاصة فينا إحنا لحالنا ما لاجم ندولها بيننا وبين صحابنا حتى المعلم إذا طلب مننا ما نعطي ما حدش رح يزعل منك إذا أنت ما أعطيت لأنه رح يحترم رأيك ورح يحترم ويقدر الإشي اللي أنت عملته لأنه هذا تصرف بيحميك علمتنا كمان أنه إحنا في حالة ما يكون في عنا قرارة، كحة، رشح تعب عام ما نتردد نراجع الطبيب بسرعة حتى ناخد العلاج المناسب وحتى ما نتعب أكتر وحتى ما نعضي غيرنا لأنه المدرسة مركز كتير قوي لانتشار العدوى فكمان غيابنا لمدة يوم أو يوم يعني ما رح يأثر بالعكس رح يحمينا أكتر وخلينا نتشافه بسرعة أكتر وبنفس الوقت رح نحمي اللي حولينا وما رح ننشر العدوى بين الطلافة بالتالي حتستمر الحياة بالمدرسة بإذن الله بشكل طبيعي بالنسبة للكمامة الكمامة ما رح أقولكم ما تلبسوا كمامة لأنه هلأ صارت خلص عادي ممكن أننا نتنقل بدون كمامة لكن الكمامة لابد من وجودها معنا كل طالب الأفضل أن يكون معا كمامة حتى تحميه أنا شخصيا معا كمامتي هي جنبي في حالة ما أحس أنه أنا رح أقرب جنب شخص مريض أو أنه فيه تجمع لازم ألبس الكمامة من اللي لازم يلبس الكمامة بالصف بالذات أو بالحسة أو في التجمعات هم الطلبة اللي عندهم أمراض مزمنة حتى يحموا حالهم لأنه مناعتهم بتكون ضعيفة من نقل العدوى لإلهم كمان الطلاب اللي عندهم أمراض نقص المناعة أو اللي هم بياخدوا أدوية بتحبت من منعتهم فلازم بالتجمعات أو بالحسة بالذات يلبسوا الكمامة أو إذا قربوا جنب أشخاص يلبسوا الكمامة لكن بالساحة أو بالهواء الطلق ما في داعي للبس الكمامة كمان الطلاب اللي هم بيكونوا مرضين عندهم كحة أو رشح الأعراض هاي ما بتروحوا بيوم وليلة راجعوا الطبيب أخدوا العلاج لكن لسا الكحة مستمرة إذن أنا بدأ أرجع على المدرسة بإذن الله بعد ما تعافيت وأخدت علاجي وراجعت طبيبي مدام عندي شوي تكحة مدام لسا في عندي سيلان بالأم الأفضل إنه أنا أقضلني لابس الكمامة حتى أحمي اللي حواليه وحتى تستمر الحياة المدرسية إن شاء الله بصحة وبسلامه كمان بدي أحكي عن الأكل الصحي الأكل الصحي المقصود فيه اللي هم الأكل الطبيعي الهلثي الفواكه الخضار نبعد عن السكريات إحنا رح نحاول نقدم لكم نصائح عن التغذية السليمة والصحية عن طريق أخصائية التغذية المتواجدة معنا بالمدرسة وإن شاء الله بنعمل معها مؤابلات بتمنى من الأهل إنهم يتعاونوا معنا لإنجاح هذا العام وأنا كطبيبة مدرسة جاهزة إن شاء الله لأي استفسار سواء من الطلبة أو من الأهالي خلال العام سأقوم إن شاء الله بإجراء الفحص الدوري لطلابنا وطالباتنا وكذلك بإعطاء المطاعم المقررة من وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التربية طبعا بعد التواصل معكم وأخذ موافقتكم أتمنى الصحة وسلامة إن شاء الله لجميع طلابنا وطالباتنا ولأهاليهم الأعزاء وإن شاء الله عام يكون خير علينا وعليكم شكرا شكرا